موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم أستاذ المشاهدين في حلقة جديدة من الشاهد و مازلنا مع ضيفنا في هذه السلسلة من حلقات الشاهد المحامي و نائب رئيس المؤتمر الوطن العام السابق أنا الدكتور جماعتي أهلا بك دكتور معنا من جديد في الشهر دكتور في فبراير 2011 انطلقت ثورة ليبيا بدأت في بنغازي ثم عمت أرجال بلاد أنت كنت موجود في طرابلس نعم كيف تعطيت مع تلك الأحداث؟ والله بدون شكه و بدون مبالغة طبعا بفرحة عارمة و كنا نتابع بذقة و بينه يقوله يقول بين الأمل و الرجاء يعني نحن نحلم بأن على الأقل تغيير النظام الدخول في مرحلة جديدة كنا نأمل للأسف أن تكون جيدة ولكن بغض النظر ليس الآن وقت الحديث في هذا الموضوع فأنا استقبلتها كغيري من الليبيين في العموم بفرحة عارمة و محاولة طبعا كانت الأحداث مركزة في بنغازي و كانت طرابلس لا زالت النظام لا زال يعني يدها قوية و قابضة و يحاول و يتواجد و لكن كانت هناك تداعيات و الحقيقة كان فيه مقاومة يعني منذ البداية تكاتف و إسرار على نجاح الثورة لافت للنظر و يشمل أغلب الليبيين هناك من هو يترقب و يتوجس و بين بين و هناك من انخرط و أعلن و هناك و خاصة الليبيين في الخارج أعلنوا و بدأ النظام يتداعى و بدأت الاشقاقات و بدأ ينهار من الداخل و موقف الرأس النظام كان الحقيقة مؤسف و تصعيد جنوني كان هناك وقفة للمحامين في طرابلس في الأيام الأولى يوم عشرين تحديدا اتصلنا بعضنا محامين و قلنا على الأقل نعمل وقفة لحقن الدماء كانت هكذا الفكرة و الدفاع عما يجري في بنغاجي كان الشعار يا بنغاجي مش بروحك احنا ضمدين جروحك حتى المظاهرات المظاهرات في طرابلس اللي كانت تخرج كان هذا شعارها اللي حدث في بنغاجي قتال في بنغاجي النظام ما زال رفعتوا نفس الشعار في وقفتكم كمحامين احنا طبعا تكلمنا عن الحريات تطلق صراحة المسجين في ذلك الأثناء كان زميلنا عبد الحفيظ غوغا قد جلب من بنغاجي اتر وقفات المحكمة كان قيادي فيها فمحبوس ووحدة من مطالبنا كانت لأن جانا محمد جزوي رئيس الموتمر الشعب العام والمرحوم إبراهيم بوخزام جعوا شخصيا اتقلنا إلى مكتب رئيس المحكمة أستاذ عادل المستشار عادل المسلتي وأنا قرأت بيان للمحامين كتبناه أو كتبت بيان في الإطار هذا عقن الدماء حفاظ على الوحدة الوطنية دعوة إلى احتواء الموضوع وعدم تصعيده وعدم سفك مزيد من الدماء فكان الحقيقة أذكر أني وأنا أقرأ البيان بعد ما خلصت كان الأستاذ محمد جزوي مساء الله بالخير بطريقته يقول لا ما فيش كلام هذا اللي قلته بنغاجي ومبارغة ما مبارغة صدثة أحد زملائي في بنغاجي اتصل بي تليفونيا اتصل بي لأستاذ محمد الرعيد وسمعني أصوات طلقات رصاص فجبتها لأستاذ محمد جزوي قلت أنت لقول ما فيش اسمع اسمع يعني وكل ما هو الزميل هذا قاعد الآن شاهد ففعلا كان هذا موقف للمحامين بعدين حاصروا ومنعوا دخول أي حد وحاولوا أنهم يحاصروا الوقفة ويسمحوا بالقروج ولا يسمحوا بالدخول من مجمع المحاكم وأصدرنا بيان وأفرج عن الزميل عبد الحفيظ وعندما استفسرنا قال هو في طريقة إلى المطار تبين أنه فعلا رجع إلى بنغازي نتيجة هذه الوقفة فكانت يعني بعض الزملاء يندوا مزيد من الحرية السيادة القانون كان الهتاف يا قضاة المحكمة زي ما تقول مناشد للقضاة والقضاء أنه يقف مع الحق والعدل وحقنا الدماء هذا هو هذه هي كانت الوقف أنت قلت قبل ذلك بأن كنت قد وصلت إلى قناعة بأنه لا يمكن تغيير هذا النظام أو إزالته طبعا قبل أن يبدأ وأنا إلى الآن نقول أن من يزعم بأنه قاد أو قطط أو شارك منذ البداية في هذه الانتفاضة كذب تأكيد كذب الوقاع لكن احنا كنا وصلنا قبلها إلى أن هذا النظام سيبقى وسيورد من سيورد وهكذا يعني كل المؤشرات التي حولنا وهذه أقولها باطمئنان كيف كان تقديركم للحالة في وقتها شعرت بأنها ربما تكون فرصة للضغط على النظام لدفع لمزيد من الإصلاحات نعم ربما في البداية حتى في بنغازي بدأت هكذا أمام المحكمة مطالب بإعلان دستور بتحسين الحريات بإعطاء مزيد من الضبانات القانونية للناس يعني فرصة للمطالبة بالإصلاح أول ما بدأت ثم تطورت بعد أن تدخل النظام بشكل قمعي وسجن الأستاذ فتحي تربل وأطلق النار على بعض المتظاهرين يعني أصبح وفصار اقتحام الكتيبة والوقاعة في هذه الفترة كيف كانت علاقتك بسيف القذافي سيف القذافي علاقتي به فترة التي قبلها شبه كانت يعني أنا صرفت على حالي واحتميت بمكسبي وبشورلي ولذلك أيضا خلفية بسرعة بعد مخرجتنا من السجن في 2009 يعني استدعيت من قبل مرحوم أستاذ علي خشيم رحمه الله كان أمين الرابطة ووجدت عنده الأستاذ علي المنصراتي ومحمد وريت هذه بشكل ذريع فقالوا إحنا استدعانا البغدادي المحمود اللي كان رئيس الوزراء أو اللجنة الشعبية وقالنا ولدكم ولدكم باعتبارهم هما ينتموا إلى مصراتها هذا المفروض رأوا مرة تانية عاش فيه أي تساهل أو جاي من تقول المفروض لا عاد يشارك لا عاد يحضر حتى المحاضرات هكذا حرفا فحتى لما استفسرت من الدكتور علي خشيم وكان يعني كان يقولي فيها بالحقيقة بخجل وبنوع من واضح أنه هو مكان الشعراتي نوع من الأسف الأسف والأسف انتصل للأمور فأنا طبعا نهايتها اللي بنصلك لها أني فعلا اهتمت بمكتب بتعت عن كل شيء يعني أصبحت أنا همني وكان فيه شبهة اندار اندار شخصي لكن بعد في أثناء الأحداث بعد وقفة المحامين في الليل استدعاني يسيف استدعاني يوم 23 ننكرها بالضبط مساء يمكن ساعة 12 واحد في الليل تكلمني صالح عبد السلام مدير مكتبة ومعاونة وبعت لي سيارة سيارة فيها واحد يعني كان نعرفه سائق في المؤسسة أذكر أظنني اسمه عمار ومعاها عسكري عسكري من كتيبة يقولولها في السيارة واخدوني من البيت شعروني لي مجلس الوزراء الآن بشكل طريق السكة وجهت والجو متوتر في طرابس والأمور يعني أكاد يكون النظام قد يعني يحتضر واضح المظاهر والشوارع مسكرة فجيت هناك وقعتنا ننتظر قليلا بعدين كلموني يلقى سيف في قاعة اللي بعد مجلس الوزراء اللي أمام مكتب رئيس الوزراء اللي كان في حد يتصور الآن المجلس وجدت تواقف في الصالة الخارجية الخارجية وسلم علي وكان يعني غير سيف اللي شفت المرار السابق وجهة أسود لابس ماليا أو فنيليا زرقا طرع بيها حتى في الإعلام ومتوتر وشخصية يعني غير عادت أو على الأقل المرات القليلة اللي شفت فيها فجرسنا فبدرني بسؤال هو قال انت عارف مصرات تشم فيها قلت لا فعلا كانت المواصلات المقطوعة والاتصالات المعدومة وحتى التليفون الموبايل كل شيء قلت لنا لا أعلم ما نعرفش حتى من اللي حي ومن اللي ميت قال لي أعلام إسرائيل قاعدة ترفرف في مصراته طبعا بيني وبين نفسي اضحكت يعني المنظرة لا يمكن أن تنطلي علي لكن يعني والناس يستنجدوا بنا والناس قاعدين مش قاعدين يطلع والقاعدة مسيطرة وكلام هذا فأنا كان منطلقي من البداية مناشدة يا مهندس انتم دولة وغلبكم كبير والناس يعني تحتبوا الناس وتقدروا بهال السياق يعني وأقنوا الدماء وما تقدروا يعني بهال المناشدات هو كان سعد ما عنديش إلا الرصاص ما عنديش ليهم إلا القتل القبائل نادناهم خمسين ساعة أوتبيسة هي واصلة بعد شوية فتحنا المخازن كلامها في هذا السياق بدأ أيضا يتكلم على الجماعة اللي انضموا إلى الثورة وكانوا في يوم من الأيام لهم علاقة به ووليها علاقة بهم تكلم على الأستاذ سليمان دوغا عليه الصلابي بسبيل تحديد عبد الحاكيم بالحاج هؤلاء يعني قدمت لهم ودرت لهم وهم الخانوني والآن شني تسمع فيهم شني يقولوا وفي السياق هذا يعني تكلم عليهم وأنت بالذات قال لي أنت أنا تعركت مع باتي بسبيلك يعني عارف أنت مظلوم ودفعت عليك يقصد هو في 2009 السجنة الأخيرة يعني وفعلا حصل كما ذكرت ف لكن كان يا استاذ خالد شخص آخر احنا لازم ندافعه احنا وأنا واخد نفس الخط يا باش مهندس انتم وانتم دولة وانتم كده ولا بد أنكم أهدم شباب وممكن احتوائهم وممكن التعامل معهم أو شيء هو لا هو يصعد يعني هذا هو كان فعلا يحي بأن الأمور ستزداد دموية وستزداد تعقيد فعلا رزعتني بلين وأنا أنشده خرجت خرجت رعب من القاعة وأنا مسكد وقريب نبكي الله الله في دم الليبيين يا سيف الله الله كيف كان رد يسترى الله يسترى الله وشبه مرات ما يرد وعد وولى المجموعة في مكتب رئيس الوزراء اللجنة الشعبية ذاك الوقت وأنا رجعت رجعوني أذكر أن زوجتي سعلتني والصغار لقيت منزعيجين وطلع وجاية وشم فيه وما شم فيه فقلت لها قلت لها النظام انتهى وهي حية قلت لها النظام انتهى ولكن الدم حيكون للرقبة مزال هذا كل الوقت لم يحدث الطاقة الرصاصة وحدة فيما بعد الكتائب والكتائب والبريق أو الكدام مزال قلت لها هذا اللي يطرعت به مدام الناس هذا النظام لا يريد أن يتراجع ويراجع نفسه أمام هذا الدم اللي حصل في البنغازي وفي المنطقة الشرقية وفي البيضاء هذا انتهى عندي أنين انتهى يعني عبارة عن عام الوقت ولكن لن ننتهي إلا وهذا ما حصل وفعلا بعدها قعدنا في طرابلس نترقب وتطور الموضوع إلى مرحلة تانية بعد يمكن روا بعد اللي تكرم تدخل الناتو بعد حوالي تسعين يوم يمكن ثلاث شهور أو شهرين وشوية تطور الأمور نقلة بتدخل يعني سيف كان مرآة لموقف والدة في الثورة على ما يبدو على ما يبدو أنه مهم واخدين هذا الخط وطبعا تأكد ذلك في خطابات للوالد خطابات معمر في مدى الشهداء خطابة زنجة زنجة في الخطاب يعني في الخطاب حتى الرسمي موقف معمر متوقع لكن سيف كثر راهن على أنه قد يكون الجناح المسالم في النظام أنه يلعب دور احتوال أزمة كنا نتوقع ذلك أو نأمل ذلك لكن للأسف إنها جينات تحركت أو ظرف نفسها أو ظرف المعيط به دفع إلى أنه ياخد نفس الخط المتصلب والمتشدد وأنه يعتبر مؤامرة وأنه يقاوم وأنه أطلق حتى رمزية الاسم الذي أطلق عليهم الجردان الجردان هذا لا يعني أنت رئيس دولة وإذا مناسك في النهاية بكل شباب تشبههم بالجردان هذا مؤشر تعتقد أن السيف كشف عن وجه الحقيقي الذي هو امتداد شخصية والده ستطيع أن أقولها أنه كشف أو الأحداث أجبرات على أن تنزع مننا غناع التمثيل والغير حقيقي وبان في ذلك الوقت هذا انطباعي أنا فهم في تلك المقابلة لأنه يوجد شخص آخر كيف شخص آخر يعني عنيف وعكس اللي كنا نأمل اللي تعددت عنها أو ما كنا نعتقد أن المسلكة تهدئة في حقن الدماء في احتوال الأزمة في التنازل لأنه هناك تسعيد كما دم أن أعطني بأنني من جردان أنا لن أتراجع وهذا ما حصل وصار نوع من العناد من جانب النظام وعسكر الثورة عسكر وهو قال لأنا أنا أود أن أركز على نقطة مسألة فصل سيف عن النظام كانت مسألة غير غير دقيقة كان تقدير غير صائب هو عمر من فصل هو حتى في الفترة اللي تحكي عليها أنت أقول تشير لها بس كان يعطي في وجه مضيء شوية للنظام ويدفع إلى شيء من الأمل حتى في المستقبل لأنه أقل دموية وأقل كراهية للليبيين وأقل قال نحن كنا ذاك الوقت يعطيني الرأي المثل الشعبي يعطيني نسمة بس من المطر يعطيني الرح البحري يعطيني نسمة بردة شوي ما نبيش مطر خليها مازال يعني هذا شعور العام رأو كان أو أتقن سيف لعب هذا الدور أظن في البداية أنا أحد الأشخاص اللي تأملت ربما لأن في داخلي أنا أتمنى أو تفكير رغبوي رأيت فيه ذلك لكن ذلك اللقاء اللي أشرت لنت كشف عن شخصية أخرى بعدها أنا لم يعطي به السلام ولا أعطي أفتك في حاجة أنه في أثناء الحديث أشار إلى كاميرات كانت في الصالة كاميرات تلفزيونية وقال استرجعنا الليبية القناة وقناة الليبية ردينها أو الآن كان حفي حد يبي يتكلم كان دبه مقاسي الحقيقة أهي متاحة طبعا أنا ما أزق خفت منها يعني هذا كل وقت كان دقيق وحتى خطير وحتى مهرج يعني شي بتطلع في التلفزيون بتكلم زي اللي طلعوا بلا ذكر الأسماء خشيت أن يتم إزبارك على خشيت ولكن لم أجبه ولم يواصل الحديث في الموضوع سكت ونسكت وانتقل إلى موضوع آخر على جماعة اللي غدلوه وموضوع هذا يتعلق به لو بنين على هذا الموقف وهذا اللقاء دكتور في تقديرك وفي رأيك لماذا لم يستطع سيف أن يلعب الدور اللي كان مفقود فيه في 2011 الدور الذي لو مارس النظام ربما كان استطاع أن يحتوي انتفاضة الناس يحتوي المطالبة برحيل النظام بالتغيير لماذا لم يقدم مقاربة غير تلك التي تتبنىها والده والله استاذ قالت أنا مرة أخرى أقول لك أنني لا أستطيع أن أجيب عنه السؤال يعني يعني هو لشده وافعة ليش سعد هذا طبعا أنا بشكل عام نقول نتيجة الظروف المحيطة به وأن هذا الخط اللي اختارها والده هو مشي فيه قصاطة لكن أنا مكنش عندي علم أنا نسرد في وقاع الآن من باب التوقع بحكم قربة من الرجل وما عرفتك بي استنتاج قد يكون صحيح قد يكون غير صحيح لكن أنا هذا ملاحظت فيه تحول في شخصيتها بالنسبة الانطباع اللي أنا وقتها يعني في نهاية تضح أنا سيف ومعمر واحد شخص هو كان يعبر عن هذا يعني هو مسر مش خجول والله كلامه كله فعلت جاه لما يقول لك ما عنديش ليهم إلا الرصاص ما عنديش ليهم إلا الرصاص يعني بمعنى اختصر كل شي ما بيش داعين زيدي بان الوجه الحقيقي تصعيد اللي حدوده القصوى يعني رصاص والرصاص حيقابلها رصاص وهذا اللي حصل غريب أن يتبنى شاب مثل سيف ليش أعتبرت غريب أن يتبنى منهج القمع وهو الرجل اللي كان يدعي منهج الإصلاحي الآن أنت أجبت نفسك خلينا نقول لك اللي كان يعلن تبنيه للمنهج الإصلاحي منهج التصالح مع المختلفين هل تستغرب كما تشاء أنا نحكي لك في وقايع حصلت أنت تستغرب ليش حصلت الوقاية والإخسارة موضوع آخر لا علاقة له بمعنى أشهده أنا بعد هذاك اللقاء زي ما قلت قاعدنا نترقب ونتابع وانتقلت الأحداث إلى مرحلة التدخل ضرب الطيران وفرض حضر الجوي وغيرها من الأحداث المعروفة اللي لا داعي حتى لتكرارها لأنها معروفة نعم في شهر ستة طبعا أنا لا أدعي أني كان عندي نشاط معلن أو شبه معلن في ذلك الوقت نتابع نتصل ببعض الأصدقاء يتردوا علينا ونتردد عليهم ونتابع في الأحداث بدقة متناهية لأنها مصير شهر ستة أنا قررت أني لازم ندير حل أو جاءني مجموعة الحقيقة مجموعة من الشباب منهم أذكر محمد نصوف صديق ابني المواحد منهم قال لي والله يتحركوا هم الشباب هذين نسبيا يتحركوا في طرابلس في طرابلس كان يقولوا هذا يعني حركة متاع شباب يأتي شباب وديني يتمنوا أنك أنت تطلع تمشي الجزيرة هذا كالوقت الجزيرة كانت هي اللي تقود في كل شي ويطلعوا فيها كل الوجوه اللي على بالك واللي مش على بالك طلعوا فيها الجزيرة وكانت تبني خط طبعا واضح كانت الجزيرة وليبيا الأحرار بدأ من أبريل هما النافذة نعم بس الجزيرة كانت أكثر تأثير جزيرة باعتبارها بحكم قيمة القناة وامكانيات وامكانيات ووضحة فأنا استجابة لذلك أرسلت العائلة قبلي إلى تونس وصحابهم ابني على ومشور تونس أنا عندي بنتي كانت في البحرين في ذلك الوقت بعد ما هدأت البحرين من الهوجة اللي صارت فيها البداية هما كانوا مشهتهم البحرين بس عن طريق تونس فأنا أرسلتهم قبلي وخرجوا ووصلوا بعدين لحقتهم مشيت لتونس كان خروج ميسر ما كانش في عقبات لا في عقبات كثيرة يعني بالعكس أنا اسمي كان في القوائم الممنوعين وشباب أشير لك الشباب منهم ماذا اللي أشرت لها إذا تذكر أو يذكر من هو عصر حصلت ضربة أمام إدارة الجوازات في طرابلس والضربة كانت على الرصيف يعني قريبة من حاسية الرصيف مش في مبنى ولا شيء الناس استغربوا يعتقدوا خطأ هي ضربة الكابل بتاع المنظومة الممنوعين من السفر يعني شوف الدقة ضربت كابل كابل تصلاحات عارفينها فهجة عطرت فقعد يضعوا في قوائم يدوية والخروج لما خرجنا بوابات لا حصرة لها وفي شخص عنده سيارة خاصة رحنا مشينا وصديق أيضا معي من درنا اسمه شامش لينبو يعرفه رتب معه ومشينا وهم اتفقوا بطريقتهم مع شخص أخوه يشتغل في الجوازات في الحدود احتياطني لما وصلنا هناك كلموا بترفون جاء الرجل جانا كأنك أعتقد اللي ماشي لتونس فيه كانت البراريك متع التأمين قبل أن تدخل في النهاية رتبت طريقة الخلوج رتبنا وجاء الرجل هذا وعطاهم جوازاتهم وبعدين جاني أنا جاني أنا أسلم علي وجود أحياء وقال لي الحمد لله السلام لا سألت شنو لا سألني طلعنا طلعنا من الممر الدبلوماسي وصلنا عند تونس في التوانس طبعا في تونس فت شونة بدقة لا يمكن تتقيها كانت الإجراءات طبيعية وقتها باعتبار انتشار السلاح بدأ في ليبيا وكذا فالطبيعي بلد جواري يأخذ خطيات طيات من تونس مشيت لبنغازي العائلة سافروا في البحرين انتقلت لبنغازي انتقلت لبنغازي في طريقي إلى مصرات حتى الأخوان في بنغازي من هم من أشار علي بالبقاء هناك ولا كيف يمكن نشاط يكون في بنغازي باعتبار قلت لهم لا أنا وجهتي ماشي في مصرات فمشيت في الباخرة كانت في باخرة مؤجرة ببنغازي مصرات عجزت فيها وسفرت وفي مصرات طبعا تجربة أخرى وجدت اني قلطت محاضرات في اشتريقات في كان الوضع وقتها قد استقرب نسبيا في مصرات طبعا تم مدينة تحررت أبعاد الكتائب وأصبحت الكتائب في زليتن أو بعد البوابة التالة الدفنية وفتجاه زليتن مصرات كمدينة مش شبه تحرق أصبح فيها مجلس محلي وأصبح فيها الشباب عندما شكلوا كتائب ووضحها أصبحها وتعاونت طبعا مع جماعة الإداعة كان فيها إداعة وكانت على علاقة حتى بليبيا الأحرار في ذلك الوقت تعليقات في المداخلات في فكنا فريق منهم الأستاذ زميلكم عبدو هاببا أمليطان شباب يتقدوا حماس مؤيدين للثورة ويشتغلوا في الإعلام انقرطت معهم بالقدر اللي في نتائج انتخابات المؤتمر كنت الأعلى أصواتا في مدينة مصرات أنت ترسعت عن مدينة مصرات أنا عصرت عيشتها بفرح شديد كنا مبتهجين يعني أن أول انتخابات تجرى لاختيار ممثلين عن مدينة بعدين جاء قانون انتخاب المؤتمر الوطني قررت الترشح وكيف قررت الترشح أيضا يعني كان لابد من البحث عن مجال لنت تعتقد القادر على أن تعطي فيه شيء فعندي صديقين بعيدين كل البعد عن السياسة وأن حتى موضوع التقافة والأشياء هذه ليش تهتمام ولكن كانوا شخصيتين أصدقائي أول أعتق فيهم بعدين قريبين من الناس يعني قريبين جدا من الناس يعني سوى في خطابهم الشعبي البسيط البعيد عن قمص المثقفين يعني في ذلك الوقت أول من فتحتهم كان عندي فشجعوني كثيرا دون تعفظ وغيرهم من الأصدقاء يعني رأيهم وكذا الكل كان يشجع على الترشح ليش اخترت أن تتقدم كمستقلا الآن وجودك في الداخل قائمة يمكن أن يدعم حضوضك في الفوس ربما ربما تعتبرها ثقة في النفس أو بأننا بالإمكان ننجح مستقل حتى لا نحتاج شيء لهذه اللي أنا أراها إلى الآن كانت غير موفقة عن القوائم يعني ضمت كل من هبى ولم يدب وأودب يعني وأثبت التجربة أنها خلقت شيء من الربكة حقيقة فأنا رعاية أنسب لي أن أرشح مستقل لم تكن قريب من تيار معين من حزاب لا ربما ربما كنت أنا في توجه على سبيل المثال كنت عندي التحالف أقرب لي من العدارة والبناء العدارة والبناء كان شبه مؤدلج أو في ذلك الوقت مصنف فمش قريب من أقرب فكريا أو توجه بعدين التجربة أثبت أشياء كثيرة كنا نعتقد ها توابط تبين بأنها متغيرات لكن الدكتور بعد كل هذه المسيرة من النضال من أجل تحقيق الديمقراطية تحت المجال العمل الحزبي الممارسة الحزبية بعد ذلك تبتعد عن الأحزاب وتختار أن تقدم كمستقل لا هذا خيار في ذلك الوقت كان متاح لأن حتى الأحزاب لم تكن تلك الأحزاب القوية ذات التاريخ الطويل التي تأسست في الشارع كانت أغلبها حتى تكوينات ظرفية في معظمها من أجل الانتخابات وهذا أدعى أنك أنت تنخرط في عمل حزبي في أحد الأحزاب ما فيش عمل حزبي في قائمة في قوائم وضعت طبعا أنت هتدفعني لأن نقول لك قانون الانتخابات لعمل المسجل الانتقالي كان فيه توجه معين فرض فيه المستقلين والقوائم وجعل في البداية الأغلبية للقوائم لسميت أنت حزبية سموها كيانات لم يسموها أحزاب القانون ما قالش أحزاب يبقى مسمى قانوني في النهاية لكن هي بداية تشكل حياة حزبية في البلد بداية تشكل فأنا رأيت تقديراتي أنا مسؤول عنها واختياري أني أرأت أني أكون مستقل كما أنا مستقل فعلا أنا بعيد عنها حتى في تجربتي الأولى لم أكن منخرطا بشكل وحكينا فيها ما فيش داعي نضر هو كبود المستمع أو المشاهد بمتكرار يعني أنا اخترت مستقل وفعلا كما قلت لك حصلت على أعلى الأصوات أذكر أنه بيني وبين الثاني النجاح الثاني حوالي ستة آلاف صوت طيب هذا كان ثمرت حملة انتخابية واسعة حصلت على دعم بحيث أنك استطعت الأمانة وأكون معك وأنا والله على ما أقوله شهيد مجموعة اللي دفعت فلوس ألف وتبنمائة دينار منها خمسمائة دينار رصيد تطلبها لزنة الانتخابات كنت في مصراته في بيتي وكانت عائلتي في طرابلس أولادي وزوجتي في طرابلس ما صوتوا ليش أعطوا أصواتهم لصلاح المرني كان مرشح أنا أقول صديقي ومقتنعين لكن أنا كنت فتحه بيتي عزابي ويجيو جمعها يجيبوا دلعة يعني ما عملت مآذب ولا ما صرفت سي أو شوية ملتقات بسيطة أنت مرشح عن مدينة مصراته المدينة نعم اللي فيها يعني حراك سياسي وتقافي والي يكون المدينة تزخر بشخصيات معروفة اسمها كثيرة والي يكون المنافسين ليسوا منافسين عاديين شخصيات حضوض هوافرة في الفوز دخلت يعني زي ما يقولوا عشبال بقيدومة بالليبي معقولة دكتور كانت هي تصوراتك في تلك اللحظة فالسرها كما تشاه هذا ما حدث أنا لم أقم إلا في الحدود اللي وتيحت يعني طبعت التلفزيون كغيري من المرشحين أدرت شوي ملتقات لكن واقعا حقيقة هذا ما أنفقته على ما يسمى بالحمل الانتقابي وربما ثقة في النفس مفرطة أنت تبرع لكن هذه حصلت شهودها أحياء موجودين مش أني نحكي لك على عاجة في التاريخ الغابر نحكي لك على شيء موجود قاعدين وللحق كما ذكرت أنت أي واحد أن يصحح أن يثبت العكس بشكل جدي وبشكل فاعل يصحح هذه أحداث تاريخية ستبقى أنا الآن في شهادة ومن يكتم الشهادة فمسؤولية كبيرة هذا اللي صار طرعت بهذه النتيجة وحدد موعد لانعقاد للتسليم المجلس الانتقالي ويسلم للمؤتمر الوطني في منتصف شهر رمضان دكتور كان في الثامن لاغسطس 2012 جئنا جميعا في القصور هذه القاعة لبعدين قاعة في مبنى الركسس يقولوا لا اجتمعنا ليلة للتسليم والاستلام والحقيقة كانت زي ما يقوله بداية القصيدة كفر معروف المشهد اللي حصل والله يتقل بالخير أستاذ مصر بزليل لتعامل مع الشاب اللي كانت تقدم الحفلة وهي فتاة يعني مؤهلة من جميع النواحي وفاعلة ونشطة فحصل الموقف اللي الليبيين كلهم يتذكروه ويعرفوه والواقع اللي ما يعرفوش وهذه ربما فرصة لتذكيرها أن اللي أسعر الشرار اللي بدأ ولم يظهر على التلفزيون اللي بدأ الموضوع وتكلم عن البنت محجبة ومش محجبة هو صراح بادي وكان وراي وغادر القاعة احتج بطريقة اللي عرفناها فيما بعد فشيخ مصطفى يسميه تربص يسميه تربص محجبة محجبة في المؤتمر الحركة المحجبة المحجبة المحددات اللي يجب بطرر في أحكام حالة أنك أنت صح أو أنا صح بطرر في أحكام وكان أنهم كانوا يتصارعوا ليس لأسباب صراح السياسي هو سنة الحياة اختلاف الأفكار هذا الله سبحانه وتعالى أقر وشانا وانت لكن مش صراع مثل روميو اللوكسر قرنك أو مؤامرات أو محاولة إقصاء أو جيب هذا وحول هذا تحت مقولة أو دريعة أن هذا تكتيك سياسي لا أنا عندي أنا عندي وكرر باش ما تشدليش فيها أنا عندي سياسة أخلاق إذا ابتعدت عن الأخلاق منتهجت من الكافلية معينة أو بشكل أو بآخر تعتبر شيء آخر طيب على كل حال خلينا نوضح دكتور أنا عندما استوقفتك لم أكن أقصد حديثك عن ثنائية الصراع اللي حصل في داخل المؤتمر لأن هذه مسألة أخرى أنا كنت سأعقب على وصفك لما وجدت عندما دخلت المؤتمر طبعا أنك بدأت في تقييم الأشخاص لأن المؤتمر في نهاية مكون من أعضائي دكتور وهؤلاء الأعضاء كل منهم هو نخبة المنطقة التي جاء منها لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فقط أردت في رأيي أنا الآن وفي ذلك الوقت أن طبيعة اللقاء التجمع طبيعة المؤتمر طبيعتها هو مجلس تأسيسي وليس مجلس نواب صرنا حنيه بعد ما صار النقل المباشر كل واحد يتكلم على المجال في زريت مش عارف وين في الجبل صراعات بين عرب ومزيغ بدأ في رأينا مزيغت وعاود في رأينا كان من الممكن أن يصرف كل جهدة على سبيل المثال إلى إصدار الدستور الذي لم يصطر حتى الآن طيب هذا التقييم بأثر رجعي الآن بعد مضي السنوات ولا من تلك اللحظة كانت فكرة من تلك اللحظة أنا مدة لمعلوماتك أستاذ خالد كل هاللقاء التعاشر شهور أقل من سنة أقل من سنة في المؤتمر نتيجة هذه الملاحظات ومستجدات أخرى وخالي نحكي لك بشيء من التفصيل صدر قانون العزل السياسي سندخل إلى شيء من التفصيل في الحلقة القادمة من الآن تقريبا دقيقتين باقي على نهاية هذه الحلقة حتى لا يبقى العرض مبتور لكن حتى نستكمل الدقيقتين نعم لم يكن بالإمكان أن تكون هناك دعوة لجلسة أولى للمؤتمر بعد استلام السلطة للتأكيد على هذه الفكرة فكرة أنا دور المؤتمر تأسيسي ويجب أن لا ينحرف إلى مسارات أخرى تغيب هذا الدور حشب اللائحة الداخلية اللائحة وحشب أول جلسة تدقناها لانتخاب النواب الأول والتاني لأنها فزت رشحت من بعض الزملاء والأصدقاء في المؤتمر أعضاء وفزت كنائب أول والأخ صرع مقزوم نائب تاني فلو رشح نائب أول ولم يفز في مواجهتي فرشحوه نائب تاني وهو كان ينتمي إلى حزب العدالة على قائمة العدالة والبناء هذا الجلسة الأولى واستمرت في قريب يوم كل الفجر هذه والإجار والمقرر وحشب اللائحة الجلسة الأولى ففعلا لم يحدث ذلك لم يحدث منذ رئيس الجلسة ربما حتى المجلسة الرئاسي يعني ما تقصد رئاسة المؤتمر الرئاسة لم تطرح هذا يعني يا ناس أنت مهمتكم كذا وكذا وكذا وكان كل وخاصة لما احنا فتحنا البث النقل اللي داعي النقل المباشر للجلسات كنا نعتقد وأنا اللي اقترحت يعني حقيقة أعترف بذلك ف كنا نعتقد أن شعور العضو أن الناس يشوفوا فيه سيجعله يعني ينضبط أكتر وتكلم في الموضوع وما يطنبش وما يكررش تبين العكس تبين أنهم كلهم يريدوا طلب الكلمة بشي في لقالها قال أنا حتى الناس يقالوا لقالها كلها تدوينا كلها وانتمدوا أصبح الكلام لمزرد الكلام وهذا كلفنا كثير الروا وزعلوا كيف ما تعطيش الكلمة فكرة التأسيس لن تكن حاضرة في أذهان الأعضاء لا بالأسف شديد التأسيس اللي أنا أقصد والتركيز على المفاصل الرئيسية في التأسيس ما كانش بعدين تدخلت طبعا عوامل صار صراع بين الجناحين الكبار فيه اللي هو التعداء والبناء والتحالف كل منهم اختار بدأت التحالف اختاروا في واحد شخص يسموه زي رئيس الكتلة اللي في الداخل المؤتمر انقسم المؤتمر إلى كتلتين رئيسيتين مع أن الأغلبية كانت مستقلين كيف ذاب المستقلين وفي داخل الكتلة المستقلين أيضا فيه شيء فيه اللي نجحوا مستقلين ثم فجأة أنا ألقوا قياديين في واحد من التوجهات القوائد وهم مش داعي نسمي الأسماء داروا شيء من أنا أعتبر خدع للناخب أعتبره ليش خدع دكتور قانون الانتخابات لم يكن يمنع ولم يكن يجيز لأنه ليس تصنيف لما أنا نقول تصنيف أنا يعني أنا أعطيتك صوت هي على أساس مستقل لحظة دكتور انت رجل قانوني المبدأ في القانون أن كل شيء مجاز إلا ما منع بنص باي أوكي أنا قلت لك أنا قلت لك أنت قلت لي ليش المستقلين ما أتروش في هال اللي قلت لأن المستقلين كثيرين من منظمهم أصبحوا قياديين لأنهم في الحقيقة لم يكونوا مستقلين أيوه وهذا ليش سميتها خدعنا في تصور أنا مسؤول عنها أنت مستقل المفروض تبقى مستقل كيف مستقل آه أتفق في رأيي معين مع مجموعة قائمة أو مجموعة كذا هذه جائزة ندير أنا تكتل داخل البرلمانيا أو يسموه تكتل نيابي ممكن لكن نقول قيادي هذا ليش ما أتروش لما صار تركز من تقصد دكتور كررت الوصف يعني خد مثلا لا أخفي شي نزر كعوان نجح كمستقل وأصبح قيادي وإلى الآن يمكن قيادي في واحد من توجهات هذه الآن لأعلم أنت الآن لديك قناعة بأن وصول حزبيين عن طريق الترشح الفردي كان خطأ أساس للمؤتمر واحد من الأخطاء ولكن واحد من الأخطاء الأساس فيها قلت لك أنا ياريت تشوف الذي ذكره سيد صوان باعتبار محمد صوان واحد يمثل حزب العدالة من البداية من بداية البداية ذكر أشياء وقاعة سرد في مراجعة لمرحلة المؤتمر المؤتمرات العام يتفق كثير مع اللي قلت وصلنا لإختام هذه الحلقة أبدأ معك في الحلقة القادمة بمناقشة واستعراض أبرز القضايا التي اشتغل عليها المؤتمرات العام فترة وجودك كعضو ونائب رئيس ثم أيضا حتى رئيس بعد استقالة رئيس المؤتمر في ختام هذه الحلقة أشكرك المحامي ونائب رئيس المؤتمرات العام سابقا الدكتور جمعتيقة شكرا لك في الختام أشكر لكم وأنتم السادة المشاهدين في أمان الله اشتركوا في القناة